صباح الخير يا معلمة سماع اهلا صباح الخير يا معلم انا قلت اجي اعزمك بنفسي يوم الخميس اللي جاي ان شاء الله خطوبة سيد على سعاد بنتي اظن من الواجه والاصول انك تجي تباركي الف مبروك يا معلم يعني مش زعلانة من سيد انا ازعل منه عشان فكر في مصلحته طول عمرك بتجيب انا الوهم يا سماع النهاردة لازم تفوقي تفكرني اتكاري في مصلحتك ومصلحتي معاك مش كده طول عمري بحبك وبتمناك يا سماع بتتمنى تتجوز بنتي المعلم موسعد دا حال ما عشت طول عمري عشان حققوا يا سماع انا كنت بجبر وبجبر عشانك انتي عشان انسى ان كنت في يوم الايام صابع عند ابوكي سيد كان بنا لا سيد خلاص انتهى من حياتي انا دلوقتي ما بفكرش في حد غيرك انت كمال ما تجاوز يا سماع ما تجاوز بس مهري غالي قوي يا معلم لو طلبت عمري مش هقولك لأ عمرك هو دا اللي انا عايزاها موسيقى 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 مليون فل وعشرة ألف مبروكة عروسة للتنا استر مبروكة دكتور سيد الله يبارك فيك معنا موسيقى 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 ألف مبروك يا معلم كمال أنا جيت أبارك للعرسان زي مواعدتك ألف مبروك يا دكتور بس مش كان عصول برضو واجب تأذم أمك وأبوك وأهل حتتك وأنا أنا يا سيد ده أنت عارف كويس قوي أن أنا أفرح لك مبروك يا عروسة عرفت تنقب صحيح اخترت زين الرجالة ياه ده أنا فرحة كبيرة قوي قوي هروس لك يا سيد ترجمة نانسي قنقر نيجل دلوقتي يا فندم لا استمي شوية لما يبتدي ودخل البضاء على المخزن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر اشتركوا.